لن نسمح لإيران بالحصول على الأسلحة النووية وهذا واضح برأي ديبلوماسي هي أفضل طريقة لتحقيق هذه النتيجة نظام عدم الانتشار هو من أهم نجاحات هذه المنظمة لا يمكننا أن نسمح للعالم بأن يتراجع إلى الوراء اليوم ولا يمكننا أن نغض النظر عن تردي ودى حقوق الإنسان وأهم إنجازات هذه المنظمة هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو الطريقة التي سعينا فيها إلى قياس إنجازاتنا في عام 1948 وضح أسلافنا أن حقوق الإنسان هي قاعدة كل ما نصب إلى تحقيقه مع ذلك اليوم في عام 2022 الحريات الأساسية معرضة للخطر في كل مكان في العالم بدءا من الانتهاكات في سنجان وتقارير الأمم المتحدة الأخيرة التي تفصل هذا الموضوع وصولا إلى تهديد العاملين على الديمقراطية أيضا من قبل النظام العسكري في برما وقمع النساء والفتيات من قبل طالبان في أفغانستان واليوم نحن نتضامن مع المواطنين الشجعان والمواطنات الإيرانيات اللواتي يكافحنا اليوم لضمان حقوقهن لكن إليكم ما أعرفه المستقبل ستفوز به الدول التي ستستفيد بالكامل من قدرات شعوبها عندما تتمكن المرأة والفتاة من ممارسة حقوقها بما في ذلك حقوقها الإنجابية والمساهمة في اقتصادات أقوى ومجتمعات صامدة أكثر ترجمة نانسي قنقرات أكثر